قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ان المحادثات بشأن وقف اطلاق النعر والرهائن في غزة ستتواصل اليوم الجمعة واضاف المتحدث في بيان له ان جهود الوسطى في قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة مؤكدا ان الوسطى اعازمون على المضي قدما فيما سعيهم لتوصل الى وقف لاطلاق النعر في القطاع يتم خلاله اطلاق صراح الرهائن ودخول اكبر قدر ممكن من المساعدات الانسانية الى غزة